عليكم السلام وحبات أهلا وسلم بكم في برنامجكم ندوة الجمعة وموعد وهذه الندوة 24 مارس 2023 ونستكمل في الحال الخلق والأزمات كانت العادة أن نشتد المماليك في موطرة المنحرفين والمحرفات في الطعون والمجاعات ففي طعون سبعوني 91 أمر يولبغى الناصري بإراقة الخمور فكسر منها خمسة آلاف جرة تحت القلعة يعني جمع كل جرار الخمر وكسرها تحت القلعة وكبست الحارات التي يباع فيها الخمر واحد بقى بدر الدين بن القادص راجد ديد البلقيني لأبوه شيخ الإسلام كان طبعا خمرجي فبول إيبا أبو الشاعر الظريف أو يقول لك الصفرون العظيم كسر الجرة عمدا وسق الأرض شرابا صحته والإسلام ديني لا تني كنت ترابا الله يعانو المقريز يقول في عدس 802 إن النيل توقفت زيادته فركب عدة من الأمراء وكبسوا أماكن الاجتماع اجتماع الناس للفرجة ونهوى عن عمل الفواحش لما النيل تناخص سنة 802 وطبعا طعون 819 ركب الأمير سودون حاجب الحجاب إلى شاطئ النيل وأحرق ما كان هناك من الأخصاص الأخصاص هو الأكواخ يعني وطرد الناس ونعهم للاجتماع فأنهم كانوا قد ظهروا منكرات من الخمور ونحوية عن المسكرات واغتلات النساء بالرجال من غير استطار يعني كانوا بيعملوا حفلات جماعة جنس ظهرة مش يخشوا في حتة كده لا من غير استطار يعني استطار هو المباح لكن التجاهر لا برضو ابن حجر بيقول في نفس الموضوع أن سودون الأحرق الأخصاص التي على النيل وطهرها ما فيها من المناكري كالزنا والشرب الخمر واللواطي وكانوا يتجاهرون بذلك طيب في طعون 822 تتبع المحتسم أماكد الفساد بنفسه فأراق آلافا من جرار الخمري وكسرها ومنع النساء من النياحة في الأسواق على الأموات ومنع التظاهر بالحشيشي وكف البغاية عن الوقوف لطالب الفحشة في الأسواق ومواضع الريب يعني البغاية كانوا بيروحوا في الأسواق وطبعا باللبس بتاعهم وشون مكشوف فلهم بس بلاش لقد تم نشوف الموضوع ده إيه اللي حيأصل فيه في الطعون ده طعون 831 برضو أمر السلطان نخلي بلك أنا تعرضنا في العلاقة السابقة لطعون 833 و841 شوفيحنا هنا بقى الطوعين بتشارعاتهم في طعون 831 أمر السلطان وده برضو برس باي وشد لبراخة الخمر وحرق الحشيشة واكثر ذلك كان بدميواط وكان في القاهرة وغيرها من الأعمال على ذلك على ذلك الضمان وعليه إخطاعات يعني هو كان قبل كده عليه ضمان يعني عليه ضرائب يعني وإخطاعات يعني الناس بتسترزأ يعني تخط مرتبات من هذا الضمان يعني اللي هو ما نتكلم فيه عن الحشيشة اللي كانت فيه ضمانات وغيرها وفيه ضمان يدفع في رنسا شقاط التبيع وتشتري وإخطاعات فيه مرتبات بتأتي لناس بيأخذ رزقهم من الحجد من الصلاطين ومن الفقهاء إلى آخر بل فبط لجلك ولله الحمد ثم عيدا قليلا بتساس أهل الظهر والأهل الظلم والمنكر حتى عاد كما كان بعد مدة قريبة ده الخبر ده طبعا موجود في السلوك 124 موجود في تاريخ من إياس في العام التالي 833 احنا قلنا الكلام ده وفي سنة 839 احنا عرضنا للتفصيل لما كان يعني سنة 839 تناقصت الغلال تناقص الغلال معناها بسبب النيل يتناقص بيجي الجماعة التجار ويجمعوا ويخزنوا عاش خاطر يبيعوا بأغلى سعر والناس تبقى تبقى تكدس يعني فبتبقى يعني شؤم أو نذير شؤم بمجاعة قادمة فالوالي بقى اللي هو مدير الأمن راح على طول وعمل بقى المطلوب بانه الراجل الراجل ما أصرش يعني أمر بكسر جرال الخمر وحجر على الحشيش ومنع الخواطي من عمل الفواحش يعني هي في الوقت ده بس يمنعوا الخواطي يقول ترجع يطلع الخواطي تاني يقرب بيتكو الخواطي في طعون تمني واحد ربيحنا طبعا قلنا بس في خبر جديد ذكروا الأستاذ ابن إياس وكنا بنستج ابن مقريزي المقريزي هنا ابن إياس بقول عن 841 في الطعوم 841 كبست حارات زويلة والجوانية والعطوف وقنطر الصون والحكر والكوم هذه حواركات موجودة مشهورة وتعرض المقريزي في الخطط المقريزية أو لمعظمها يعني بقول لك وهاجم على بيوت اليهود والنصارى وكسر ما لديهم من الخمور وحجر على بنات الخطى ومنعهن من عمل الفاحشة وكتب عليهن قسامة بالزواج يعني لازم تتجوز طبعا هي حتى تتجوز ازاي اخذنش حد هتتجوز او اي كلام مطحين يعني سنة 866 لم يزد النيل اياما فطبعا الناس البهب يأف فتزال سعر الغلال ورسم سلطان كشكدا بكف الناس على المعاصي فركب الوالي الى بولاق واعتقل المتفرجين ونزل الجزيرة الهيزة مالك فقوض الجماعة الرجال والنساء وشهرهم وكان من جلنات احد اولاد القاضي ابن القياد يعني ده كله على الشرق قاطر ان النيل لم يزد في الوقت المفروض يزد فيه سنة 870 تناقص النيل فاغار الوالي تمر او تمر عالم متفرجين في الروضة واحرق الخيام هناك وسنة 875 نقص النيل فامر سلطان قيد باي بالمنداء في الروضة بان احد اللي يفعله منكرا ومجد عنده شيء من المنكر ينكل به ولم هبط لساة 879 امر حاجب الحجاب فكبس الفسقة ابض عليهم يعني واوقع به مفرق جماعهم وكانوا حول النيل وفي 910 رسم السلطان بكبس بيوت النصارى وتكسير جرال الخمر واحرق اماكن الحشيشة وازهر العدل ابطر المشاهرة على الحسب المشاهرة على الحسب معناها يبين منصب الحسب اللي يدفع اكتر وفي سنة 915 نادي سلطان بأن لا يتجاهر الناس بالمعاصي وأن يوازبوا على صلوات الخمس في الجواب يعني لا يتجاهروا بالمعاصي يعني اعمال في السر يعني فسمعوا من اذن وخرج من اذن اخرى سنة 970 تأخر وفاء النيل فاشيع بين الناس ان السبب ذلك هو الفسق الذي كثر في الروضة فرسم السلطان بكبسها فتوجه وكبسه على الناس الذين بالخيام وبسبب تعون 919 امل السلطان بمنع بيع النبيذي والحشيش والبوزة اللي البوزة يعني ومنع نساء الخواطئ من عمل الفحيشة واستمرت المنادبة ثلاثة ايام متوالية وابطلات المناظر وانكشف الطعون فعاد السلطان المظالم طبعا وعاد السلطان الخواطئ ما سيعمل ويخوان يعني اروح حضره دكتوراه في مريس وبعض السلطان كانت لهم اسام خاصة والمختلفة في مطرات اسباب الفسوق فالاشرف شعبان مرض سنة 775 فالتماثمون لابطال المظالم حتى يشفى وهي ضمان المغاني وضمان القراريط فلما وعف ذكروه وعليف ابطالهما وكان يتحصل منهما مال جزيل يعني ضمان المغاني كان بيجي منه فلوس كتير ضمان القراريط اللي هو ضرائم يعني محطوطة على اماكن اراضي زراعية الراجل عيف قالولي طب يعني اذا ربنا شفاك طلع الحجان دي فلما عوف ذكروه بوعليما فمش الشكر السلطان فرج من برقوق توجه لحرب تامور لانكسا 803 وكان خاف منه مرعوب فشرع في اراقة القمر وكسر جلارها حتى قيل ان جملة ما كسر منها يقارب خمسين الف جر طبعا احنا قلنا ان ببرس الجاشنكير واسلار دول كانوا اميرين ببرس الجاشنكير هو للسلطانة ومش كانوا عندهم من الحلال القلقي فكان سنة 709 ببرس الجاشنكير اصبح سلطانا ونصر محمد هرب للقرق فشد ببرس الجاشنكير في مقاومة نظار الحلال الخلقي والبق في ايامه كمسة اماكن الريب والفواحش بالقريرة ومصر ووريقة الخمور وضرب اناس كثيرون في ذلك بالمقارع وتتبع اماكن الفساد او تتبع اماكن الفساد وبغل في ازالته في ازالته ولا مرزلك احد من الكتاب ولا من الامراء فخف المنكر وخفي الفساد ده يا راجل كان كويس جدا اللي هو ببارس الجاشنكير يعني هو كان بحاول كده يما كان امير ومن بعد كده لما تولى السلطنة زود الكلام بتاعه في مقاومة الفساد ده يعني ناس بيقاوم الفساد وكله بيدافع ذاتي بغض النظر عن موضوع الازمات بعد ذلك حدث توقف الفوضان وانتشر وباء وارتفعت الاسعار واضطربت امور ببرسج جاشنكير فخصاصا بقى ان هو في حملاته في القضاء على الفساد كان بيهجم على بيوت ناس مستورين بيقيم حفلات جنس جماعة جواهم فبالناس بتنصرف عنه فده ادى الى انه فقد سلطانه وطفش طبعا احنا قلنا الظاهر ببرس تاني بقى اللي هو الظاهر ببرس البندق داري ان هو الراجل دا يعني في سنة 670 المقرد يقولك اهلت والسلطان متشدد في اراقة القمور وازالة المنكرات السبكي اللي هو صاحب كتاب معيد النعم ومبود النقم بقول ايه يعني بقول ان من قباح كثير من الامراء انهم لو وكرون اهل العلم ولا عرفون لهم حقوقهم وانكرون عليهم ما هم مرتكبون اضعافه وما اقبح الامير اذا كان مرتكبا معصيا ووجد فقيها يقال عنه مثلها ان يتنقصه ويعيبه وما له لا ينظر الى نفسه يعني بقولك ان الامراء الممليك وخين في المعاصي وبين بيحتجوا وبينتقدوا على العلماء والفقهائي يعني في غير الازمات اعتاد العصر على تنفس الحال الخلق اذا اضيت الشموع ومسلا المقرز بيقول عن سوق السلاح وده لغضلاتي في القارة اذا اقبل الليل الشاع هتسترج من الجانبين واخذ الناس في التمشي بينهم على سبيل الاسترواح والتنزل فيمر هناك من الخلاعات والمجون ما لا يعبر عنه بوصف وطبعا في كل الحاجات بيقولت عند الازمات الناس بتتوب وبعد الازمة ما تنتهي الناس بترجع الى ما تعودوه من الانحلال وفي هنا خبر حلو اوي في مناقب الحنفي احنا قلنا مناقب الحنفي ده السر الصفي في مناقب الحنفي او مناقب سيدو الحنفي فالحنفي رجل كان رجل منحل خلقيا مع النساء ومع ذلك كان ياخي بيعز فبولك انه بيقولك الكاتب مناقب الحنفي بيقولك ان الحنفي في بيعاده يعني في النودة اللي بعملها في المسجد بتاعه قال اعلم ان الذي شبك الكلب مع الكلبة قادر انه شبك الزاني مع الزانية في حال زنا يعني يعني بقولهم شوف زم الكلب والكلبة كذا ممكن يعمل كده مع الزاني والزانية بقولك الناس طبعا صدقت الكلام ده فبقولك كاتب ناقب بقول ايه فارتفع صياحهم وضجيجهم ووجدهم عادوا صراخوا بقى متأسرين جدا فتكلى معهم في التوبة حتى عادوا الى احوالهم وخرجوا من المجلس يقولوا بعضهم لبعض ما اظن ان احدا خرج المجلس سيدي الا وقد تبى من الزن اللي هو مش عارفين ان سيدهم ذاته في حد ذاته هو اكتر واحد من حل شكرا احباتي وانتقل في حلقة القادمة